اشتركوا في القناة او الاجتماع مثلا على مناسبة في المنان من افضل احلاب اخوانا اعزائي اللي بتدل على قدوم فرحة او فرح بازن الله الفرح مش شرطة فرح عريس وعروسة ولكن الفرح ممكن يكون في الارتباط ممكن يكون في الزواج ممكن يكون في الزوجة الصالحة ممكن يكون في الزوجة الصالح ممكن يكون في الابناء في الانجاب ممكن يكون شخص مثلا هيتفوق في دراسة اي حاجة تفرحنا ونفرح بيها بتدل عليها طيب هنتعرف اخوان عزائق عن الرؤية بالتفاصيل ولكن قبل ما اخش في تفاصيل الفيديو احبا لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الإشارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار اول حاجة اخوان عزائق الرؤية اللي بتدل على قدوم الفرح باذن الله هي رؤية العزومة في المنام اول حاجة العزومة انك تلاقي نفسك موجود في عزومة في المنام او وليمة في المنام والناس مجتمعة دي تدل على قدوم فرح باذن الله سواء للرأي او لحد من المحطين به زي اخواته وابنائه احد من الاهل يبقى رؤية العزومة في المنام وكان فيها اكل كويس والناس مجتمعة وناس اقارب وناس اصدقاء نعرفهم دي بشارة ان شاء الله بفرح قارب كمان الاجتماع على مناسبة زيها زي العزومة ولكن ايه احنا شايفين ان احنا مجتمعين على شيء احنا فرحانين به ايه هو شيء ده مش عارفين انا ما شفتش غير ان انا مثلا الاهل مجتمعين كانتنا في المناسبة الرؤية دي من افضل الرؤية اللي بتدل على قدوم فرح باذن الله سواء اللي شاف الرؤية برضو ولا لحد من العائلة يعني الرؤية ممكن للرأي نفسه وممكن لحد من الناس المحطين به ممكن واحدة تشوف الرؤية ويكون بها مقصود مثلا اختها اخوها ممكن واحدة تشوف الرؤية ممكن يكون مقصود بها زوجها مثلا او ابنها وطبعا الاجتماع هنا اجتماع الاهل في المنام او اجتماع الاصدقاء واجتماع الاقارب بيدل على قدوم فرحة كبيرة جدا ان شاء الله في حياة الرأي او احد المحطين به طبعا من افضل احلام اللي هي بتدل على قدوم الفرح رؤية الغزومة والوليمة والمناسبات في المنام واجتماع الاهل والاقارب في المنام كل الاشياء دي او كل الاحلام دي بتدل على قدوم فرحة كبيرة جدا في حياة الرأي او احد المحطين به لو فتاة عزباء بيكون بشارة لها مثلا بارتباط لو امرأة متزوجة بيكون بشارة لها ان شاء الله بتيسير احوال ورزق لها والزوجها وممكن يكون انجاب لو مثلا امرأة مطلقة ممكن يكون فرح فيها او انتهاء لمشكلة عندها لو امرأة ارمالة ممكن يكون بشارة لها بزواج جديد مثلا او بزواج احد الابناء كذلك الامر لو رجل ورأى انه وفي مناسبة او في عزوم ممكن ربنا يرزقه باموال او ربنا يرزقه مثلا بمولود زكر والله اعلى واعلم طبعا رؤى جميلة جدا اي شخص يشوها في المنام يفرح بيها ويستبشر بيها اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الاشتراك ليصلكم جميع فديواتنا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته